وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق سيادة السفير بعد التحية زيارة مهمة جدا لرئيس الألماني لمصر وبتعتبر تكليل وتعزيز للشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين قراءتك لهذه الزيارة مهمة جدا وأنا من الذين المعجبين بألمانيا والسياساتها وقدرتها على تحقيق المعجزة الاقتصادية الألمانية بلد دمر فيه بعد الحرب 90% من بنياته الأساسية فأعاد إقامتها وصار يشكل واحد من أكبر اقتصادات العالم بل أن ألمانيا وصلت سنة 2009 لأنها أكبر مصدر في العالم قبل أن تأخذ الصين هذا المركز وبالتالي نحن ننظر الماكينة الألمانية كما قال بيسك السابق نظرة دورة احترام شديد أيضا للعلم الألمان معجبون جدا بالسياسة الخارجية المصرية خصوصا منذ وقت الرئيس أنور السادات الذي نجح في إيقاف الحروب وبدأ عملية سلام عادة بناء الاقتصاد المصري وأبعدتنا لمدة 70 سنة الوقت عن الحروب المتكررة التي كانت تنهك القدرات والاقتصاد المصري فهناك تقدير متبادل والألمان يسعون دائما لدعم قدرات مصر الاقتصادية دعم قدراتنا الاستراتيجية والمساندة في موضوع السلام في الشرق الأوسط وزير خارجية ألمانيا تحدث كثيرا وزارة إسرائيل من أجل أن تعود إلى جانب الصواب في سلوكياتها تجاه الشعب الفلسطيني إذن ألمانيا شريك يعتمد عليه أيضا بعض قوي جدا في العلاقات المصرية الألمانية أن ألمانيا هي أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي الذي وقعنا معه اتفاق للمشاركة منذ سنة 2001 ويغطي كل العلاقات الاستراتيجية والأمنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلاقات الشعوب لنا أيضا جانية مصرية كبيرة في ألمانيا تنعم بكل المعاملة الطيبة وكثير من المصريين صاروا يحملونها الجنسية الألمانية علاقات متعددة متسعة الأفق ونستفيد طبعا من مثل هذه المشاورات وفي الزيارات وبالفعل هذه هي النقطة التي أود أن أتوقف عندها سيادة السفير أن هذه العلاقات عززتها بشكل كبير الزيارات المتبادلة بين البلدين وإنه يتجلى أيضا ذلك في حرص الدولتين قيادة وحكوما على دفع التعاون وهذه العلاقات لأفاق أوسع وأرحب برأيك كيف يمكن أن يكون هناك فرص أكبر لتوثيق وتعميق هذا التعاون والشراكة بين مصر وألمانيا؟ هو كما تفضلتي ودائما أكون مطمئن طالما الحوار مستمر لأن الحوار ينبق دائما عن أفكار مشتركة عن تبين مجالات لم نطرقها عن مجالات طبقناها ونريد دعمها وقصوصا أننا كسبنا في السنوات الأخيرة استعادة ديبلوماسية الرئاسة يعني يمكن العاشرة 15 سنة في نهاية حكم الرئيس المبارك رحمة الله عليه كان بحكم السن وحاولة الاعتداء عليه في قديسة بابا صار أعزفا عن الزيارات الخارجية بينما أنا مثلا خدمت في ألمانيا لمدة أربعة سنوات شاهدت سبعة زيارات لرئيس مصر إلى ألمانيا هذا يروب إحناكي مدى أهمية نظرة مصر للعلاقة بين الجانبين ثم لدينا اجتماعات تتم مرتين في السنة على مستوى وزراء الخارجية الأوروبيين بالكامل زائد وزير خارجية مصر في إطار مجلس المشاركة المصري الأوروبي لدينا سمعنية لجانب تغطي كافة العلاقات بيننا وبين بلدان الاتحاد الأوروبي في الشأن السياسي في الهجرة وبيننا اتفاق مكتوب مهم جدا في موضوعهمنا الآن وهو محاربة الجريمة المنظمة فنحن نتعاون مع ألمانيا ومع أوروبا في محاربة الجريمة المنظمة في صورة الإرهاب في صورة غسيل الأموال اتجارة المخدرات والاتجارة في البشر أو ما نسميه للهجرة غير المشروعة كل هذه مجالات موجودة ثم كثيرا ما كنت قداعي بالألمان وأقول ماذا بنيتهم في مصر فالروسي تفخرون بالسد العالي وفرنسا تتفخر بمتر الأنفاق فيردون بطوضع شديد أن ألمانيا بنت في مصر محطات كهرباء قدر السد العالي خمسة مرات لكنهم ليسوا من محبي الدعاية المبالغ فيها وبالتالي سندون في الطاقة التليفونات أذكر في عهد الرئيس السادات يعني قامت احنا الشركات الألمانية بالطفرة كبيرة جدا أصبحنا الحمد لله نتحدث في التليفون وتتقدمه كآلة مفيدة وفي الوقتات كنا في حالة كارثية بالنسبة للاتصالات التليفونية مجالات عديدة وخصوصا في التكنولوجيا الحديثة يعني ألمانيا لا شك أنها داعم لمصر في كل المجالات سيادة السفير بالتأكيد مصر هي مركز للثقل وثقل يعني في المنطقة بالكامل من أجل تحقيق السلام والأمن في المنطقة بشكل كامل العدوان على غزة من أبرز الملفات التي تحتل الإهتمام وذلك على مستوى العالم بالكامل وبالتأكيد أيضا بالنسبة لمصر وألمانيا كيف يمكن تكوين جبهة موحدة من أجل وقف ما يحدث من تصعيد متواصل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وصلنا إلى أن كل تدمير تحدثه إسرائيل في البنية الأساسية الفلسطينية ويكون في مشروعات ما هو لها الاتحاد الأوروبي فإن الاتحاد الأوروبي يخصم الدمار التي حدثته إسرائيل في الجبهة الفلسطينية من مساعدته لإسرائيل يعني وصلنا لهذا حتى تشعر إسرائيل أن الدمار يكلفها كما يكلف الفلسطينيين وهذا موقف كريم جدا من ألمانيا ومن الاتحاد الأوروبي أخذي أيضا أن الاتحاد الأوروبي وألمانيا أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية والفلسطينيون يعلمونها ويبنون الكثير من المشروعات في فلسطين لدعم الشعب الفلسطيني مطلوب مننا أن نتوسع في هذا مطلوب مننا أن نشكل رأي عام عالمي يضغط بإيقاف هذه الحرب غير الذكية بالمرة ولكن يعني دونها صعوبات كثيرة لأن الحكومة الحالية في إسرائيل للأسف الشديد حكومة شديدة التطرف لكنها أكثر من أنها شديدة التطرف أنها تجهل أبسط قواعد الحكومات والعلاقات الدولية بل أن فيها وزراء يصريحون أحيانا بشيء تضر بأمنهم القوم كدولة وبالتالي علينا أن نتخذ سياسة نفس طويل بمساعدة أصدقائنا وبإذن الله مع طول النفس مع الصمود الفلسطيني مع دعمنا لهذا الصمود الفلسطيني إننا بإذن الله منتصرون سيادة السفير إذا ما عدنا مرة أخرى إلى الجانب الاقتصادي وحضرتك ركزت عليه أيضا في حديثك منذ قليل بتعتبر ألمانيا هي الشريك التجاري الأهم بالنسبة لمصر في أوروبا كيف يمكن البناء على ذلك من أجل إيجاد فرص استثمارية واعدة خلال الفترة القادمة بين البلدين هذا يتأخف على مجهودنا نحن أيضا مطلوب مننا أن نقوم بواجبنا المنزلي ونجعل البيروقراطية لدينا غير معوقة النظام المصرفي نحاول أن نحسنه الطرق والكبارية بالمناسبة في مشروع دعمتنا فيه ألمانيا وتجدينه على سيارتك فالأرقام الجديدة التي وضعت على السيارات هي مشروع منحة ألمانية لتحسين نظام الطرق والكباري ونظام المرور والسيارات والترخيص ده منحة ألمانية أنا شخصيا شاركت فيها فالمجالات كثيرة وعلينا واجب أيضا إلى جانب أن نطالب شركانا بأن يأتي ونستثمره أن يسر حياة هذا المستثمر ولا نعوقه ببيروقراطية عقيمة أو نظام مصرفي يحتاج للتحسين أو طرق وكباري وموانينا نحن سائرون في هذا الضرب بنجاح مسبين كبير نعم أشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق شكرا جزيلا على هذه المشاركة تقرأ